دايما مباراة اهل وزمالك وانا شخصيا فاكر اول مباراة اهل وزمالك ليا عمري ما هنسى اول مباراة اهل وزمالك حتى بالرغم ان انا يعني الحمد لله شاركت مع زملائي فريق الاول في مباراة يعني بيعتبرها جمهور الناد الاهل من اهم مباراة الناد الاهل هي مباراة الكاس اربعة تلاتة اللي فوزنا فيها الحمد لله بكاس مصر وكان ليه نصيب ان انا احرز هدفين لكن أول مباراة أهل وزمالك دايماً علقة في أزهاني وفعلقة في أزهان كل نجوم الأهل السابقين أول مباراة لعبتها كانت تحت قيادة كابتن عبد المنعم شطة وإحنا عندنا 15 سنة كانت المباراة دي في استاد الكلية الحربية فوزنا فيها على نادي الزمالك خمسة اتنين وكان يعني الحمد لله ربنا أكرمني في هذه المباراة وأحرزت كمان هدفين من الخمس أهداف وكان طبعاً نادي الزمالك فيه لعبين مميزين جداً وفيه نجوم أصبحوا كمان يعني نجوم في نادي الزمالك كان على رأسهم أحمد حسام ميدو ميدو فمشاء الله يعني دايماً ورات أهل وزمالك بتاخد يعني طابع قوي بالمناسبة مش في كرة القدم بس دايماً ورات أهل وزمالك في كل الألعاب تنس طولة طايرة سلة هندي بول في كل الألعاب دايماً أهل وزمالك بيكون كمة وخاصةً كمان لما بيكون كرة القدم وفي النشيئين مشاء الله يعني إحنا شايفين دلوقتي النادي الأهلي الفريق اللي إحنا النهاردة هنحلل أرقامه وهننلوكوا المباراة لعب مباراة المباراة الأولى في الدور الأول في نادي الزمالك بتاعت بفوز النادي الأهلي 2-0 المباراة التانية عندنا في مدية ناصر كمان 97 لعب في نادي الزمالك عندنا كمان 2002 لعب في نادي الأهلي كانت أهلي وزمالك فمشاء الله العلاقة دايما هتظل بين الأهل والزمالك حتى على مستوى الناشئين علاقة طيبة جدا وأنا زي أقول لحضراتكم أنا واحد من الناس دخلت نادي الزمالك وليعبت مباراة كتير في ستاة حلم زمورة داخل نادي الزمالك فدايما في برنامج الأشبال وملعب الأشبال دايما الروح الرياضية هي اللي سائدة بين الأهل والزمالك ورسالتي من هنا من ملعب الأشبال وإحنا النهاردة بنشوف فريق الزمالك جوا النادي الأهلي والنادي الأهلي بيكون موجود جوا النادي الزمالك دي رسالة ليوم تلاتين مارس تلاتين مارس مباراة طيب ذكروا لمخرجنا بيرجع لنا مباراة الأهلي والزمالك المباراة طبعا اللي كانت كاس مصر هاي كاس مصر 2007 الحمد لله يعني تواجنا فيها بالبطولة كان فيه نجوم كبار موجودين في المباراة طبعا على رأسهم محمد بركات أبو تريكا عمد متعب عماد النحاس إسلام الشاطر أحمد صديق يعني نجوم كتير فلافيو يعني مش عايز أنسى حد أمير عبد الحميد فده الهدف الماشي دايما زي ما قول لحضراتكم مباراة أهلي وزمالك وأنا كتعايز أوجه رسالة للمسؤولين بالنسبة لقمة 30 مارس إن شاء الله هتكون بين الأهلي والزمالك النهاردة إحنا بنشوف القمة في الناشئين مباراة بتتلعها في نادي الزمالك ومباراة تتلعها في نادي الأهلي أتمنى حضور جماهيري في هذه القمة حتى لو عدد ألف من نادي الأهلي وألف من نادي الزمالك دي رسالة مهمة جدا وخاصة كمان وإحنا مقبلين على بطولة مهمة جدا أفريقية بتنظمها أو بنظمها مصر على الملاعب المصرية وإن شاء الله هتكون من أنجح المطولات يا بطولة أمم أفريقيا أفريقيا ترجمة نانسي قنقر